العداد لويس سواريز ما فيش اي حد يقدر يختلف ان سواريز من احسن المهاجمين اللي تواجدوا على الساحة الرياضية الكروية في اخر 15 سنة الرجل دوت لعب في الكارير بتاعه 464 ماتش جابته 305 جون وعمل 179 أسست متخيلين الرقم الرجل دوت في كل الاندية اللي لعب فيها كان هو الهداف بتاعها حتى برشلونة المفروض النادي اللي قضى فيه 6 سنين من الكارير بتاعه والكلام انه هو خلاص يمشي مع ان عقده ممتد لمدة السنة كمان يخلص في شهر 26-21 سواريز مع برشلونة لعب 283 ماتش جاب منهم 198 جون وعمل 109 أسست أرقام كبيرة لسواريز بس هل سواريز يستحق الخروج من برشلونة بهذا الشكل؟ تعرفوا في الحلقة دي نتكلم عن كل التفاصيل وأرقام لويس سواريز في البداية معكم مصافة محسن ما ننساش نعمل لايك للفيديو ونشترك في القناة ونفعل جرس التنبيهات ونختار قول عشان يروح لكل الناس سواريز من اول مراه برشلونة هنتكلم على ارقامه وركزوا دايما في الرقمين اللي احنا هنقولهم لان دولة رقمين هيوصلونا لنتيجة معينة في النهاية سواريز اول موسم ليه 2014-2015 دياب 25 جون وعمل 23 أسست الموسم اللي بعديه جاب برضو 25 جون و24 أسست هنا فيه ثبات في المستوى الموسم اللي وراه 2016-2017 حصل انفجار لسواريز وجاب 59 جون وعمل 18 أسست الموسم اللي بعده 2017-2018 جاب 37 جون و19 أسست الموسم اللي فات 18-19 جاب 25 جون و13 أسست والموسم الاخير اللي احنا فيه دوت حاليا سواريز جاب 21 جون و12 أسست يعني تقريبا سواريز اقل معدل تهديف كان ليه كان الموسم اللي فات بس بكام هدف بـ 21 جون مقارنة بـ 25 جون في الموسم اللي قبلك دهوت يعني فهل سواريز يستحق الخروج من برشلونة؟ هل سواريز هو سبب مشاكل برشلونة؟ ما اعتقدش سواريز يلحق 4 دور أسباني و4 كاس مالك و2 سوبر أسباني و1 دور الأبطال و1 سوبر أوروبي و1 كاس عالم الأندية 13 لقب في خزينة سواريز وقيمة السوقية دلوقتي 28 مليون يورو سواريز يعيبه انه هو تقدم في السن وبقى 33 سنة ولكن مهاجم بتراس فريد حتى آخر موسم بيقدر انه هو يسجل 21 جون الكلام دلوقتي ان سواريز احتمال كبير جدا 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 هيفسخ التعاقد بتاعه مع برشلونة لانه غير مرغوب فيه ولكنه مش عايز يفسخه ببلاش وعايز 25 مليون يورو عشان يفسخ التعاقد لويس سواريز على أعتاب اليوفي عشان يكون المهاجم الاساسي اللي هيلعب جانب كريسيانو رونالدو ويكون بديل هيجوين اللي خلاص طلع بره حسابات بيرلو سؤالي هنا هل لويس سواريز يستحق ان هو يطلع بره برشلونة في المرحلة الحالية هل مرحلة الاحلال والترديد والتبديل لازم يشملها لويس سواريز ده سؤالي ليكو اتمنى ان انتو تصبحوه لي في الكومانس تحت وفي نهاية كرير المهاجم الدولي الارجواني مع البرسا اللي سجل مع منتخب بلده 113 هدف وصنع اقتر من 59 هدف خلاص واريز بره برشلونة بنسبة 99% ما نكون الحلقة عجبتكو لو عجبتكو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشكره في القناة كان معاكم مصطفى محسن شوفوا في حلقة جديدة سلام اشتركوا في القناة